تقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العام للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم ورحب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بسعادة وزير التربية والتعليم مشيدا بالجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل دعم الحركة الرياضية والعمل بتوافق تام مع سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة واستراتيجيات الهيئة العام للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية بما ينعكس إيجابا على مسيرة الرياضة التي تعتمد بصورة أساسية على الرياضة المدرسية كركيزة لانطلاق المواهب والخامات الواعدة وطلع سموه على الخطط والبرامج التي تعتزم وزارة التربية والتعليم تطبيقها من أجل الارتقاء بالرياضة المدرسية والاستغلال الأمثل لحصة التربية الرياضية وبحث سموه مع سعادة الوزير البرامج المشتركة التي تهدف إلى اكتشاف المواهب وزرع الثقافة الرياضية بداخل الطلبة والطالبات متمنيا سموه مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة بدوره أعرب سعادة وزير التربية والتعليم عن اعتزازه بالإنجازات التي حققتها الرياضة البحرينية بدعم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مؤكدا حرص الوزارة على تبني مختلف المبادرات والمشاريع التي تنهض بهذا القطاع الحيوي لتكون جزءا من إنجازات فريق البحرين في مختلف المحافل الخارجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر